الكيكة بتفشل معاك وكمان البسبوس مبترى فيش تثبتيها دم تيجي نعمل الاتنين في واحد وفي صنية واحدة وبصوا اظن الفيديو بتكلم عن نفسه شايفين ولادي من حلوتها مش صبرين ان هي تبرد وانا كمان يعني انا هترق على ولادي مانا اصخم منهم كمان طيب تعال نبدأ على بركة الله ونصلى على حبيبنا المصطفى اول حاجة هنعمل الشرباط محتاجة 3 كبيات من الاكواب المعيرادي من السكر وعليهم كبيتين من عصير البرتواني المركز وكمان كباية من المياه لو حابة تستبدليهم باثنين مياه وواحد عصير برتوان عادي حطها بقى سبع دقيق على النار يغلو وطف عليهم تعالوا بقى نعمل كده بقى هنجيب ثلاث بيضات بدرجة حرارة الغرفة تمام يعني الكلب نطلعهم بدر شوية من التلاج واتنزل عليهم بزرفين من الفانيليا كان عندي واحد فانيليا برتوان وواحد فانيليا عادي طبعا حطيت من الاثنين لو مش عنديك البرتوان دي حطي اثنين عادي تمام بعد كده بنزل عليهم بنص كباية من عصير البرتوان وبنزل عليهم بكباية كبيرة من الحليب وكباية برضو كبيرة من الزيت واخر حاجة بحطها زيهم بالزبط كباية من السكر يبقى المقادر التاني على السريع ثلاث بيضات عليهم زرفين من الفانيليا نص كباية من عصير البرتوان كباية من الزيت والحليب والسكر تمام كده نضرب الكلام ده كله ضربا مبرحا مبرحنا يا جماعة كده عشان يامل فقاكية معايا زي ما انتم شايفين كده بنزل هنا معلقتين كبار من بشر البرتقان طيب انا هوريكم دلوقتي انا ازاي خدت البشر ده بس تتصبروا معايا بس بلاه عليكم لو وصلت لحد يامل فيديو صالوا على حبيبنا المصطفى تحت في الكومنتات ادي يا جماعة البرتقان بشرته بالطريقة دي وخدت البشر بتاعه ما تخدش الابيض انا عايزة الجزء اللي هو البرتقاني لبرا المسفر ده بعد ما اديته ضربة كمان جبت بعد كده صنية مدهونة من السمنة انا كانت على جم ويتعالوا بقى نعمل اخر خطوة في الكيكة البسبوسة بتاعتنا هنجيب كوبايتين من دي السيميت او السيمولينا وكوبايتين من دي الابيض بس هنخلهم وعشان بقى ما تعملش هنا حرقان هنحط الزرة من البنح سنة على النبي عليه افضل السلام والسلام واخر حاجة بحط كيس من الكيكشف بقلب الكلام ده كله مع بعضه وبعد كده بنزل بالخليط اللي احنا عملناه مع بعض وقلب برضو كويس جدا يعني مش لازم على اقصى سرعة ولا حاجة يعني قلب بعادك يعني اهم حاجة ندمجه مع بعض وبجيب الصنية بتاعتي وبحطها الفرن على درجة حرارة 180 فرافة اوسط ما تفتحيش عليها الا بعد نص ساعة بس الداخل خبطتين كده على الرخامة تطلع الهوى اللي فيها ده طبعا قبل ما اتدخليها الفرن وينسيت اقولك قبل ما تشتغل في الكيكة وبولع الفرن على درجة حرارة 180 وسيبيس خن قبل ما تدخلي الفرن قبلها بنص ساعة عشان تنجح معي وينسيت اقولكم جايب حاجة حلوة اول اخواتي للناس اللي ما بتشتغلش بنات وشباب اللي قاعدين في البيت ومش لايين وظيف ربنا يشهد انا سألت طوب الارض عشان اقدر اجيب لكم حاجة دخل لكم داخل حلو وفي نفس الوقت تستفدوا منه جايب لكم تطبيق حلوة اول يا بنات ويا شباب هسابهو لكم في التعليقات تحت اضغطوا عليه وحملوه ولو ما اتهوش في التعليقات هتلاقوا عندي في البيو الصفحة الرئاسية تعال اقول لكم شرح التطبيق ده كده على السريع التطبيق ده بتنزليه عندك على الموبايل زي وزي اي تطبيق زي اليوتيوب كده بمجرد ما تحملي بتسمعي فيديوهات تعليمية او دينية او طرفهية او كمودية بس سوع تتفرج على حاجة حرام ربنا سبحانه وتعالى يا حزبك انا مليش دعو ببرز المية فنصيحة بقى من اختكم الكبيرة او الصغيرة ما تتفرجيش على اي فيديوهات تخضب ربنا سبحانه وتعالى عشان ربنا يرزقكم من رزق الحلال انا جايبا لكم تطبيق في الحلو وفي الوحش انت بتفروا في الفيديوهات عايزين تتفرجوا على الحاجة الكويسة يتعلموا منها وعايز اقولكم حاجة كمان الفيديوهات دي بنزعلها اعلانات الاعلانات دي لو سمعتيها لحد الاخر وحطيت لايك على الفيديو نفس اللي بتتفرج عليه هينزلك رصيد على المحفظة وتقدر تسحبيها في اي وقت ربنا يشهد انا عملتي المستحيلة عشان اجيب لكم حاجة بما يرضي الله تقدروا تسحبوا منها فلوس وفي نفس الوقت استفادوا منها ورب يشهد عليها في كل كلمة بقولها طبعا الكيكاة بتاعتنا بتكون سخنة والشربات بارد بس ولادي طبعا ما صبروش فقطعطاه هي سخنة بقى الفها